أعتقد أنه ليس انتقاد وإنما تذكير تذكير بالقيم التي تجمع الشعوب في التعاون وفي التآذر وفي التكامل فرنسا تجمعنا بها علاقات تاريخية استراتيجية كما أوروبا وطبعا لا يمكن قياس هذه العلاقات بقياسها بحكومات عابرة تتحرك بخلفيات سياسية عابرة نحن لا مشكلة لنا مع فرنسا ولا مع الفرنسيين هو تلاقح وعناق وتمازج منذ التاريخ ولكن السؤال الذي نطرحه اليوم هو والتنكر لمبادئ الثورة الفرنسية وقيم الجمهورية الخامسة يعني نحن اليوم يعني في موقف كل غموض كيف يعقل أن فرنسا طبعا كما قلت هي من من حراس الحقوق ومن المرافعين على الحرية اليوم تجد نفسها في تناقض حتى لا أطيل الأمر يتعلق اليوم بتوضيح المواقف بدل الهروب إلى الأمام وتغليفها مرة بحقوق الإنسان ومرة ببيغاسوس ومرة لا نعلم ماذا سيأتي آخر من تغليف أو تحت أي يافطة والهدف واحد إذن اليوم نطلب من الرئيس الفرنسي أن يوضح مواقف تجاه المغرب كما قلت قبل قليل لا المغرب ولا إفريقيا لا يمكن لا يمكن اعتبار اعتبارهما طبعا كما أسسلفت الحديقة الخلفية لأوروبا وأعتقد هذه هي عماد يعني الحقوق الكونية للإنسان حقيق هناك معاملات هناك تعاون ولكن في إطار رابح رابح وانتبهوا معي اليوم تجد الروسي في إفريقيا هو جاء كنتيجة فعل رد فعل ربما لهذه العقلية وتجد الروسي في إفريقيا غالبا غالبا ما يلعبوا على هذا الوطن بأنه الشريك يستثمر في المقاربة رابح رابح وبأن الشركاء الأخرون هم لازالوا يتعاملون مع إفريقيا بعقلية استعمارية وطبعا هذا هو الذي يخلق واحد نوع من إعادة النظر واحد نوع من الشك في هذه العلاقات التي كما قلت بأنها علاقات استراتيجية وعلاقات تاريخية في البرلمان الأوروبي وهذا شيء بديهي وطبيعي التصويت لما تم من طرف النواب القبة البرلمانية الأوروبية طبعا كان بتعبئة من التواجد أو الفريق الفرنسي المتواجد بالبرلمان الأوروبي وهذا يعني لا يمكن لا يخفى على أحد فإذا هي مواقف معاكسة للمغرب لم تكن معادية لأننا وهنا أيضا نطرح سؤال آخر انفتاح اللجنة الموضوعية وهذا خبر نشرته صحف إسبانية انفتاح اللجنة الموضوعية حول الصحراء المغربية لم تستقبل أي طرف آخر سوى أطرف انفصاليين أطرف انفصاليين الذين يعبئون مجموعات داخل هذه اللجنة الموضوعاتية ومجموعات أخرى أطرف في البرلمان الأوروبي بتمويل من الجزائر بتمويل من الجزائر سؤال يوم سؤال يوم كيف يعقل أن السماح لهذه الأطراف بالوروج البرلمان الأوروبي والسماح لهم أيضا بكلام يتنافع دائما مع القيم التي ترويج لها أوروبا في حين نرى انفصالية تستقبل داخل هذه اللجنة وتدعو لحمل السلاح ضد المدنيين هذا السؤال ثم كيف السمح لهذه اللجنة داخل البرلمان الأوروبي أيضا أو على الأقل أين غاب صوت البرلمان الأوروبي لما يتعلق الأمر بالوضع السحراويين المحتجزين بتندوف أوضع أبنائهم الأوضاع المزرية التي يعيشونها أين غاب هذا الصوت هنا يتبين بأن التعامل مع المقاربة الحقوقية هي مقاربة ميزاجية مقاربة انتقائية وبالتالي تغيب يغيب المنطق ويغيب الفهم السليم فمرة أخرى لأعود لسؤالكم سلحابك هو ليس هجوما على أي طرف وإنما التذكير بممارسات اليوم نطرح مجموعة من الأسئلة لفهمها فهم مغازيها وفهم الأجندات التي تحركها ترجمة نانسي قنقر